اشتركوا في القناة ونقل سعادة وزير الخارجية إلى فخامة الرئيس الكوبي تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي والإلعاة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لفخامة الرئيس الكوبي بدوام الصحة والعافية والتوفيق وللشعب الكوبي الصديق بدوام التقدم والازدهار من جانبه كلف فخامة الرئيس الكوبي سعادة وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره لصاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالتطور والتقدم والرخى معربا عن الامتنان لمملكة البحرين لمشاركتها في قمة رؤساء الدول والحكومات بشأن التحديات التنموية المحاصرة ترجمة نانسي قنقر